اشتركوا في القناة اهلا بكم الى غرفة الاخبار ونتابع فيها ايران والجوار الفتنة النائمة حماس والوحدة الوطنية جاهزية لا تضمن النجاح وفي الملف الخاص سوريا تصفية قبل التسوية والبداية بملف التدخلات الايرانية في المنطقة منطقة الخليج ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة في كل يوم تكشف في الخليج خلية نائمة او يقضى لا يهم المهم انها شكلت ودربت ومولت من طهران وعملائها خلايا مهمتها اثارة الفوضى وارهاب الجوار وزرع الفتنة وهذا هو الهدف الاقرب الذي تكشفه التحقيقات مع الخلايا الايرانية في المنطقة اما الهدف الابعد فيحتاج لقراءة متأنية لنعرف بعدها انه حلم الامبراطورية الفارسية المندثرة والتي تعتبر محيطها تابعا وهو ما يرفضه الجوار الذي يريد من طهران ان تدرك ان الماضي لن يعود والمملكة في ظل هذه الحقائق تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران الاعلان السعودي عن قطع العلاقات مع ايران ليس بداية القصة ولا ختامها هو نقطة فاصلة في مسيرة نحو اربعة عقود مع جار مشاكس قطع العلاقات خطوة نادرا ما اقدمت عليها السعودية في تعاملاتها الاقدام على قطع العلاقات في هذا التوقيت جاء بعد ان طفح كيل السعودية من سلوك ايران غضب ورفض لمسلسل اعتداءات وتدخلات طويلة عبر عنه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في اعلانه عن قطع العلاقات ان هذه الاعتداءات تعتبر استمرارا لسياسة النظام الايراني العدوانية في المنطقة التي تهدف الى زعزعة امنها واستقرارها واشاعة الفتن والحروب بها التدخلات الايرانية ليست بالجديدة لكنها اخذت ابعادا مختلفة في السنوات القليلة نامت الامبراطورية الفارسية قرونا قبل ان تعود لأحلامها القديمة احلام بدأت بثورة لبست ثوبا دينيا وعن طريقها حاولت طهران حياكة عباءة مذهبية تتجاوز حدود الجغرافيا الى الولاء الديني احلام التوسع الايراني سرعان مرتطمت بواقع دولي كان مراقبا ومتشككا حيال ما يدور في ايران ومعه واقع اقليمي عربي كان في حالة تماسك تسمح له بصد المطامع الايرانية عقدانيا ونيف كانت اول ذراع ايرانية تزرع في لبنان فكان حزب الله اللبناني اسما الايراني ولاء بكل افعاله التي مرست باسم المقاومة وغيرها وكانت هناك العلاقات التي ترقى الى التحالف مع دمشق وفجأة انهارت اهم العقبات امام الحلم الايراني العراق بعد الغزو الامريكي واسقاط نظام صدام حسين مضت طهران ذراعا ثانية للجار الاقرب العراق وحولته لما يشبه ولاية تابعة لنظام الولي الفقيه في ايران وفي توقيت متزامن تقريبا كانت دول عربية تمر بما اطلق عليه الربيع العربي استغلت ايران الاضطراب للتسلل لأكثر من دولة عربية حاولت ففتحت لها ابواب وبقيت اخرى موسدى وجدت طهران في نظام حليفها بشار الاسد في سوريا غايتها القد بكل دعمها خلفه في مواجهة انتفاضة شعبية ضد حكمه ومن العراق وسوريا تطلعت ايران جنوبا لليمن بدعم جماعة الحوثي ومع هذا التدخل الصريح في مسارات دول كانت ايران تجند وتدرب وتمول خلايا تابعة لها احدث ما تم الكشف عنه اعلان البحرين عن ضبط خلية موالية لطهران انتقى المذكورون بقيادات في الحرس الثوري وحزب الله الارهابي وتلقوا منهم الدعم اللازم متعهدين بتقديم تقارير دورية عن انشطة التيار والجماعات الارهابية التي يتم دعمها واوجه انفاق الاموال المقدمة لهم مخطط لم يكن الاول وعلى الارجح ليكون الاخير في التورط الايراني في المنطقة هذه الممارسات واخرى خافية كانت الدافع وراء الموقف السعودي الحاسم الرياض رأت ان كشف الحساب الايراني فاق القدر على الاحتمال لا تقف الرياض وحيدة في موقفها من ايران دول خليجية وعربية اعلنت تضامنها ودعمها للرياض في موقفها في محاولة جادة لوقف التمدد الايراني الى يوسف الان وابرز مناطق التدخل الايراني في المنطقة مساء الخير يوسف اذا مرة اخرى خلية تكتشف في البحرين وراءها ايران ووكلاء ايران وليس الامر بجديد التقرير كان ايضا استعرض اهم الدول التي تتدخل فيها ايران بشكل سافر نحن على الخريطة سنحاول ان نوسع هذه الخريطة من خلال رسم هنا الدول الاكثر تدخل فيها ايران في المنطقة طبعا كما ذكر التقرير هنا اذا ما ذهبنا نبدأ اولا بالاكثر تأثيرا نبدأ بحزب الله هنا في لبنان واضح كما ذكر التقرير في البداية كان دعم لمقاومة ثم ظهر انه دعم لحزب الله ضد الدولة اللبنانية او لكي يهيمن على الدولة اللبنانية والان للقتال في سوريا ايضا في غزة حماس هنا ايضا كان قبل قليل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشكوه تحدث عن الانقلاب الذي قامت به حماس والذي كانت اهم من دعمه ورعاه كانت ايضا ايران في سوريا حدث لحرج تدخل عسكري مباشر هناك من خلال فيلق القدس وقاسم سليماني ودعم واضح ومن خلال ايضا ميليشيات اخرى في العراق طبعا الحشد الشعبي وغيره من فيلق بدر مدعوم ومسلح من ايران بشكل مباشر اذا تحدث عن غزة لبنان سوريا العراق هنا وبالتالي هذه الدول الاكثر تأثيرا هناك دعم ايضا سياسي للحكومة في العراق لكن له ثمن من خلال التدخل على الارض البحرين الاكثر عرضة لهذه التدخلات محاولة زرع خلايا كثيرا ما نسمع اليوم كانت اخرها خلية جديدة يتم تمويلها ايضا كان هناك في الكويت ايضا خلايا نائمة عثر عليها اخر واحدة قبض عليها كان في سبتمبر الماضي بل وايران هددت في قبل ذلك في حزيران الماضي التدخل عسكريا في الكويت لحماية او بحجة ما تقول انه حماية الشيعة الكويتيين هناك طبعا السعودية كما نعرف كان هناك نمر نمر وايضا كان هناك دعم لقلاكل وتم ضبط اسلحة تم تهريبها في المنطقة الشرقية وعلى صعيد السعفارات هناك بعض التفصيلات فيما يقول في التدخل والاذى الايراني ربما لديبلوماسيين السعوديين قتل دبلوماسي سعودي في كاراتشي على يد ايران ما زالت باكستان تطالب بتسليمه زرعت قنبلة في السفارة السعودية في بيروت حاولت اغتيال عادل جبير عندما كان سفيرا في واشنطن وأدين المتهم وقتل المتظاهرون في السابق الايرانيون دبلوماسيا سعوديا في طهران خلال احتجاجات بأن قذفوه من الطابق الثالث يعني الحوادث كثيرة نعود للخريطة هنا حتى السودان كان هناك أيضا القاء القبض على بعض المجموعات التي كانت تمارس عملية تشيع ممارسة التشيع في السودان وطبعا اليمن لا ننساها الحرب القائمة هناك وعشرات السفن التي تم القاء القبض عليها والأسلحة التي قدمتها ايران إلى الحوثي هناك ليس هذا فقط ليست الدول العربية فقط ولكن سريعا نقول هنا أيضا تدخلات من خلال الشيعة في افغانستان وفي باكستان ويكون هناك مشاكل طائفية تستخدم هناك ايران الشيعة في افغانستان وباكستان بحجة انها تحاول حمايتهم لكنها تزج بهم في الحرب الحرب السورية هناك الشيعة الهزارة وغيرهم تزج بهم في اتون الحرب السورية كما قلنا هذا مهند على الخريطة ملخص للتدخلات الايرانية اذا حلقة جديدة من هذا المسلسل سنحاول نفهم من ضيفنا في الرياض معنا من هناك الدكتور محمد السلمي الخبير في الشؤون الايرانية مسأل خيال دكتور محمد مرحبا بك معنا في غرفة الاخبار نتحدث عن حلقة جديدة من حلقات هذا المسلسل مسلسل التدخلات الايرانية هل تتوقع ان تتزايد هذه التدخلات بعد توتر العلاقات بين الرياض وطهران ام ان الخطوات السعودية التي اتخذت في الايام القليلة الماضية قد تكبح السلوك الايراني في دول الاقليم نعم مسأل خير عليك والأخوة المشاهدين سيد مهند الحقيقة ان ايران سوف تزيد الان من محاولات تدخلها في المنطقة لديها خلايا نائمة لا شك في ذلك هنا وهناك سوف تحاول ان تضرب بقوة حتى تلفت الانظار بعيدا عن ما ارتكبته من حماقة في طهران وفي مشهد بعيدا عن تدخلات الشفون الداخلية عندما اصبحت تدافع عن الارهابيين هو السيناريو متكرر المنطقة العربية وغير العربية يعني الارهاب الايراني لم يترك دولة في يعني معظم دول العالم هناك الدليل على ذلك هناك حتى الان اكثر من 11 دولة هي التي قاطعة علاقاتها مع ايران عندما نتحدث عن دولة والذيها واضافة الى اكثر من 25 الى 30 دولة متوترة علاقتها مع طهران ايضا ماذا يعني ذلك يعني ان النظام في ايران هو نظام ارهابي نظام ميليشيات وتنظيمات يزرع الخبث ويزرع الفساد ويزرع الارهاب في كل منطقة يمتد اليها كالفايروس عندما يصل الى منطقة لا بد ان يترك له اثر عندنا كما تحدثت ارهابهم في لبنان ارهابهم في سوريا والعراق وفي البحرين في الكويت في اليمن في السعودية في المغرب في تونس والجزائر والسودان في جيبوتي في اليمن في الارجنتين وصل الى كندا وصل الى الولايات المتحدة حيث محاولة اغتيال السفير للجبير اللي هو وزير الخارجية اذا ماذا اكثر من ذلك من دفع ايران الى هذا هو صمت العالم انا لا الوم طهران بالدرجة الاولى لان هذا سلوكها وهذه ادبياتها التي تنطلق منها منذ 1979 ما الومه هو العالم الامم المتحدة مجلس الامن القوة العظمى التي كانت قبل اسابيع تجلس على طاولة واحدة مع طهران ثم توقع الاتفاق نووي ويقولوا لا نريد نخلط الاوراق نريد ان ننتهي من الاتفاق النووي ثم نلتفت الى مباهو ذلك ليس هناك فرق ان تتعامل مع النظام فبالتالي يجب ان تكون الاوراق كلها على الطاولة الا اذا كان هناك مآلبا اخرى لهذه المفاوضات عندما تحدثت والان عن الخلايا اليوم البحرين ليست اخر سلسلة لا شك في ذلك ان هناك العشرات من الخلايا النائمة في البحرين وفي الكويت والكويت تحديدا الكويت نعم الكويت نجح في سبتمبر في يعني افشال او كشف خلية العبدالي المشهورة وهي التي كان بها اسلحة جمعتها منذ 1990 يعني ماذا تريد هذه تكفي لحروب دول ماذا يريد منها حزب الله عندما اعطت تحية حسن نصر الله للكويت يعني انها اشارة واننا نؤيد لكم نجاحاتكم ولكن الامن الكويتي والسلطات الكويتية كانت لهم بالمرصاد ونجحت بحمد الله في كشف هذه المستودعات في المجمل الارهاب الايراني لم يترك مكانا نحن والان امام تحدي كبير في المنطقة لاقتلاع هذا الارهاب قد نعاني من هذا الارهاب ونشهده في شرق المملكة العربية السعودية مع جماعة نمر النمر الارهابي الذي تلطقت يديه بالدماء ولا زال بعض عناصره متواجدون بالامس وقبل الامس حاولوا الاعتداء على المواطنين وسلب سياراتهم وهواتفهم وممتلكاتهم وقتلوا طفل قتلوا رجل وصابوا طفل في البحرين كما ذكرتم أيضا الكثير الكثير ماذا يعني حلقات من برنامجكم استاذ مهند لا تكفي لحاصل واستعراض الرافر رأيك في مسألة أن الضغوط التي تمارس الآن سواء من المملكة العربية السعودية أو من دول المنطقة ودول أخرى أيضا على إيران خطوات ديبلوماسية وغيرها هل برأيك من شأن هذه الخطوات أن يعني تكبح سلوك إيران هذا الذي يعني كما أشرت يتدخل في الكثير من دول المنطقة أم أن هذه المسائل قد تدفع وكلاء إيران في المنطقة وبدأنا نلمس تصريحات نارية سواء من حسن نصر الله في لبنان أو من بعض الجهات المرتبطة بإيران في العراق يعني تتوعد بشكل لفظي أو بشكل عملي حتى هل نتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى كبح جماح التدخلات الإيرانية أم أن تزيد منها في الفترة القادمة كما ذكرت أستاذ مهند أنا أتوقع أن يكون هناك ردة فعل للنظام الإيراني النظام الإيراني لا يواجه هو دائما كما ذكرت يستخدم عناصره وأذرعه هنا وهناك يستخدم العرب لقتل العرب في المنطقة العربية وبدماء عربي يقتل عربي والنظام الإيراني في طهران يتفرج ويضحك على غباء هؤلاء العرب الذين يقتلون أبناء جلدتهم لا شك أننا قد نشهد كما ذكرت ربما تصاعج في العمليات ولذلك من المؤكد أن الجهات الأمنية مستيقظة لذلك جيدا ولكن هذا على الأمد القصير أنا أمل أنه على الأمد المتوسط والبعيد أن يتم اقتلاع هذه الخلايا التي زرعتها إيران وهذه الجلثومة التي زرعت في مناطقنا وفي دولنا وعلى الأهالي وعلى خاصة فيما تنشط هذه المجموعات عليهم دور كبير في قضية الإبلاغ عن العناصر التي ولأها خارج الحدود سواء في طهران أو في الضاحية الجنوبية يعني مرتبطة بالنصرار والمركز الأساسي والمحرك الأساسي لا شك أنه طهران ومرشد الولاية هناك الذي ولاية الإرهاب إن صح التعبير شكرا جزيلا لك دكتور محمد السلمي الخبير في شؤون الإيرانية كان معنا مباشرة من الرياض